موسيقى ما تخلص يا أهلا ما تتغنيش معاك يا داس بالجيل يا باشا أنت ليه حايل في نفسك كده خدمك عبدالجليل لما أخص من الدويقة الدويقة كنت بتعمل ايه بقى عند الجامعة؟ شغل شغل؟ تبتشغل يا أهلا؟ أنا منظم منظم؟ منظم؟ نعمل يا باشا بقى نعمل ايه؟ ربنا قال كده شغلي بالزبط يا أنا شنافنا يا باشا زي ما تقول كده أنت عارف البلد البلد لما أقصى هانيه؟ البلد حال هواقف لما انتو الوصل لغاية البلعوم فربنا رزقنا بقى موضوع المعتصمات والمظاهرات ديت عشان خطر اللقم نعض فيها نعض فيها ولا ما نعض الشباقشة نعض ولا ما نعض يا باشا أنت عارف العمال بتوع أمرا فاندي المحلات الكبرى بتوع الغزل والفاسيج دول لما يحبوا بقى بقى هلص يجبوني احنا عشان خطر نظامهم بقى فالمعتصمات بتاعتهم ديت ونواتبهم بقى كده القصير وراء والتويل قدام وكده وكمانا ده منهور الاهل برضو ده منهور الاهل يسعاد برضو بيجبنا في الأرض رسور في الحاجات ديت عشان خطر نظامهم وكده يعني وياك حد يتكلم وليف تحبوه كله يتكبرني ويخطرني في الموقف اه بس يعني زي ما تقول حضرتك كده يا باشا اه سايس سايس؟ اه لا يا باشا لا امس سايس التاني سايس عربيات ده سايس بني قدمين اه وتعادت كده اليومية يعني اطلالها في عدود ده خمسين ستين جنيه حسن بربنا يرزق يعني بس انت عارف يا باشا انا مش عارف مو صارت دي اعملوها ليه ولا حتى بيقولوا فيها ايه بقى تقولوا الكلام غريب كده انا مش مع العلا الراكش الهبوء دي اتابتا لا طب بس 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 الكن اللي انت بقى على جنب كده وراح شوية واستنيني شوية امور لي كبير امور لي ام وانت هلا اسمك ايه؟ كريم عبدالعظيم استنى رابع حق اه وطبعا يا كريم انت ملكش في الموضوع انت كنت راه عند الجامعة عشان تشهب عصير اه ما احنا ناس مفترية بنمسك الناس اللي ماشي في الشارع عادي كده ونسيب الناس اللي بتعمل شغبهم زهرات مش كده؟ لا يا فندي انا دخلت المظاهرات وانعارف انا بقول ايه وبعمل ايه كويس اوي هو ده يا باشا الناس كنت منكبراني ومخطراني في المظاهرة يا باشا وما حدش قدر يفتح بقر الواد اول ما دخل المظاهرة يا باشا فارتكا فارتكا وايج الدنيا انا عايز اليوم ايه بتاعت 50 جنيه اه تفضل ايدك يا عمي حاجة انت الله تبت الحق يا باشا انت تعالى ما تزعاش بالمكتب ما تتكلمش لما قولك مورني قبير مورني قبير